عايز توريني ايه بقى النهاردة؟ في حالات كتيرة جدا اه عايزت افراجك عليه وافراجك على الحالات طبعا دي اول حالة لمنتخب مصر اقعد اتفراج بس انا عايز اتفراجك على لقطة مهمة قبل ما اتكلم على منتخب مصر منتخب كاب فيردي وهو متمركز في الحالات الدفاعية شايف الشكل عامل ازاي؟ اربعة واحد اربعة واحد شايف الشكل؟ واضح جدا مرسوم بألم بالزبط كده مرسوم بألم زي ما انت قلت كده هم بيلعبوا اربعة ثلاثة ثلاثة صريحة بيعتمدوا على بناء الهجمات انما منظمين جدا في الحتة الدفاعية وده ما يفتقدوا المنتخب المصر انا بوضح الصورة دي عشان نشوف احنا مشاكلنا فين الناس يتكلم في الحتة الدفاعية احنا مشاكلنا في التنظيم الدفاعي ما عندناش ان احنا نكون منظمين دفاعيا بنفس الشكل ده هو احنا لعبنا المبارلة اللي فاتت دي بتاعة كاف فيردي اربعة ثلاثة ثلاثة صريحة جدا انما في الحالة الدفاعية ما كناش بنبقى بالشكل ده اربعة واحد اربعة واحد دي اقول لقطة حلوة ايوش دايما دايما بيتقالي الكلمة اللي هي بتاعت ايه احنا مش منظمين دفاعية صح معاش في حالة احنا نبقى مبعطرين انا قلت كده من اول يوم في حالة غلط لكن ده تنظيم دفاعي ده الشكل اللي احنا لازم نشوفه بص الصورة بقى واقفة هاي هم المنظر ده في كل حالتهم الدفاعية دي طبعا كرة في الرجل فاتتوح من افضل الحاجات اللي احنا عملها التغييرات الكتير اللي عملها الراجل لعبها فاتتوح لمرموش مرموش من الحتة دي بيجيد التصويب ويعمل تصويبة وتفرج على مصطفى محمد وهو واقف هنا مده دهره وهو الراجل بيعمل التصويبة بيضرب الاسبرينت بسرعة بيحصل تصد من حارس المرمى وبيزبق السردباك بتاع الكاف فيردي وبيلعب الكرة التانية اللي بيتصدها رد فعل كبير جدا من حارس مرمى كامل الصورة ماشي الصورة ايوة كاف فيردي الحارس الجيد كرة تانية لقطة تانية هوريلك فيها بالزبط دي من الفرص السهلة لقطة تانية هوريلك فيها فاتتوح دي كانت بدايتها دربة رقنية فاتتوح هنا خد القرار ان ياخد الكرة ويزقها الجوة وانا تكلمت معاك قبل البطولة ان فاتتوح بيحب دايما يشتغل ووريتك لقطات مع نادي الزمالك وهو بيخش الجوة عشان يعمل يشروط التصويب عشان يحرز اهداف شاط الكرة ماشي الصورة اللي بعدها برضو بيقاتل عليها وبيوصل للكرة مرة تانية بعد ما صوبها وخوطت في المدفعين يوصل لها مرة تانية وماشي الصورة هيتغبط في المصطفة بص الكرة رايحة فين في اتجاه المرمى دي كرة هدف دي كرة هدف اللي فاتتوح وتحسب لفاتتوح انه عنده الصقة انه يوصل في الحتة دي ويصوب يبقى عنده اصرار انه يصوب مرة تانية وتغبط للأسف في مصطفة محمد كان في طريقها للمرمى بالشكل ده وكان ممكن تبقى الهدف الاول لمنتخب مصر بعد اللقطتين دول بالاخص بقت فيه هدف على المنتخب المصري من كاب فيردي بص في الدقيقة كم في الدقيقة 45 دي مشكلة ولازم نخلي بالنا من التوقيتات هوري لقاطات في التوقيتات واحنا ماشيين بالسيناريو المباراة التوقيتات مهمة جدا انت تاخد بالك بداية الكرة دي من رمي التماس والنفس يعني نفس الشكل تقريبا ده من نفس الجبهة دي دخل فينا الهدف بتاع غانا بتاع محمد قدوسي من رمي التماس بس اقرب شوية لو انت لو الناس بتجمع اللقطة رمي التماس ما فيش رقابة الراجل بقى الواحده ما قربش من الراجل اللي عبت القرى الطويلة برضو من ناحية الشمال الراجل ماشي صورة يشتغل على برضو نفس الاتجاه ده ويلف ظهره للمرمى ظهره للشناو من القرات الصعبة على الشناو عشان ما حد الشيء قدر يحملها له دي من نقطة الجزاء وعلى شمال الشناو وهي صعبة جدا انما دي من الحالات الصعبة انما للأسف حجازي ومروان اللي اتنين ما يقدروش يعملوا البلوك او الحماية الكافية لان دي حاجات بتاعة المدافعين مش بتاعة حارس المرمى يعملوا البلوك والحماية الكافية في صورة بعدها على طول هتتوضح المسافة اللي كانت بين حجازي انه هو ما يحطش رجله وبين مروان عطية الاتنين اعتمدوا على بعد مين يعمل البلوك في صورة من الظهر كده توضح المسافة اللي حصلت ومحدش قدر يحط رجله يعمل البلوك على الرجل وهو بيعمل التصويب عشان يجيب الهدف الاولي لكافير دي اشتركوا في القناة